نهاردة هنأخذ أول محضرة معينا في الميكروبيولوجي و المحضرة هي عبارة عن الميكروبيولوجي و الميكروبيولوجي هذه المحضرة إن شاء الله هنعرف بعض المصطلحات المتعلقة بالميكروبيولوجي و كمان هنعرف يعني إيه كلمة ميكروبيولوجي ميكرو هي حاجة صغيرة و محتاجة إني أشوفها تحت الميكروسكوب يعني حاجة ضقيقة بايو هي عبارة عن حاجة حاجة حية و معناها معناها أو العلم و تلك كلمة معناها علم الأحياء الضقيق هقسم الميكروبيولوجي إلى الميكروبيولوجي ممكن يبقى بكتيريا ممكن يبقى فانجاي أو اللي هي الفطريات ممكن تبقى بروتوزوة أو الأوليات ممكن تبقى فيروسيز اللي هي الفيروسات و أخيرا ممكن تبقى الأولجي اللي هي التحارب يبقى دي الخمس جروبس بتاعت الميكرووجيوزم أو الـ مايجر جروبس بكتيريا فانجاي بروتوزوة و فيروس عندي كمان طريقة تانية اللي ممكن جوة بقى للتقسيمة اللي احنا قلناها الميجر جروبس دي اني أقسم برضو الميكرووجيوزم على أساس هل هي فيها خلية ولا ما فيهاش نوع الخلية بتاعتها حلقة اننا عند الميكروبس ممكن تبقى السللر يعني هي فيها خلية أو A سللر كلمة A دي معناها ان هي non يعني ما فيهاش خلية بروكاريوز ويوكاريوز بروكاريوز برو هي الاكزومبل اللي عندي عليها هي البكتيريا فيعني بالتالي البكتيريا عندي نوع الخلية بتاعتها بروكاريوز و كلمة بروكاريوز يعني هي ما فيهاش نيوكليز ما فيهاش true نيوكليز او ما فيهاش نواة حقيقية يعني ايه يعني انا حلاقي في البكتيريا اللي عبارة عن single strand من الكروموسوم موجود جوه سيتو بلازم ومفهوش نيوكلير ميمبرين ولا اي حاجة خلص ما فيهاش ميتو كوندريا تمام طيب النوع التاني اللي عندي اللي هو اليوكاريوز الاكزومبل اللي عندي ده الفانجايو بروتوزوة ده حلاقي ان هي فيها نيوكليز فيها true نيوكليز يعني حلاقي ان الكروموسوم بتاعها حوالي نيوكلير ميمبرين و حلاقي كمان هي فيها بعض الانواع فيها ميتو كوندريا اخر حاجة عندي بقى اللي هي الآي سيدر زي الفيروسز دي حلاقي اصلا هي عبارة عن نيوكليك اسيد حواليه غلاف بروتيني فقط و ما فيهاش اي نواع ولا فيها اي اورجنال ستاوي طيب حين نتكدي باول مايكرو اورجنازمة عندنا اللي هم البكتيريا البكتيريا دي هي عبارة زي ما اتفقنا عن برو كاريوتك سل برو كاريوتك سل هاش نواع حقيقية تمام وبتبقى يوني سيور يعني وحيدة الخمي كلمة بكتيريا دي لما باجي اقول على مجموعة او عدد كبير لكن لو حتكلم على بكتيريا واحدة بس بقول عليها بكتيريا ببقى اخرها حرف الامر عندي تلاتة شيب دي اريدين نشوف ايه هي الاشكال موجود فيها البكتيريا عندي ثلاثة اشكال اساسية ممكن البكتيريا تبقى عبارة عن رود شيب وان هي تبقى رود شيب اللي هي شكل العصوي او شكل العصاية وفي الحالة دي بسميها بس اللاي ممكن البكتيريا تبقى سفريكال او كروية بتبقى شكل الكورة كده وفي الحالة دي بسميها كوكاي واخر حاجة البكتيريا ممكن تبقى سفايرل او لولابية او شكل حالة زوني وفي الحالة دي بقول عليها ان هي كمان كمان ازاي البكتيري يحصل لها reproduction بيحصل لتبكتيري reproduction بحيقة اسمها binary fashion او الانشطار الثناني معناها اننا بيبقى عندي mother cell او parent cell parent cell دي كروموسوم اللي جواها بيبتدي بعد كده يديني اتنين كروموسوم يبقى هو كان كروموسوم واحد يبتدي جواه والparent cell يتقسم الى اتنين كروموسوم وبعد كده يبتدي يتكون عندي الول الموجودة في النص من الخلية وتتقسم بعد كده parent cell الى اتنين daughter cell ومعنا كده انه كل parent cell هتديني اتنين والاتنين هتديني اربعة الاربعة يديني تمانية بكتيريا معناها ان البكتيريا بيحصل لها growing في المبر ومش في الصيز يعني البكتيريا بتزيد في العدد ومن بتزيدش في الحجم بتاعها ده برضو كده animation عن طريقة binary fashion بقبرة عن parent cell يتقسم الكروموسوم تتكون الول فالوان parent cell يدوني اتنين daughter cell لهم نفس حجم البران طب كده عرفنا الاشكال البكتيريا عرفنا كمان زي حصل الله ريب داشا هتشوفه هو ده المين الموجودة في البكتيريا كمان حلق ان في اجزاء منها بتبقى اكسيسوي يعني مش موجودة في كل انواع البكتيريا وفي اجزاء منها هتبقى اساسية وموجودة في كل الانواع فهنا عرفهم الاول كده من بره لجوه from outer side to inner side هتبقى عندي فلاجلم بقى عندي البلس كابسول سيلول بلازما ممبرين النيوكليويد عيبوسوم والبلازمت هناخد نوع نوع من من الستركترز دي وحنتكلم عنهم بالتفصيل اول حاجة الفلامنتس اللي هي موجودة على السورفيز بتاع البكتيريا ممكن الاقي فلاجلم ده لو هي سنجل بقول عليها فلاجلم ولو هي كلورل بقول عليها فلاجلا فلاجلا دي بتبقى عبارة عن جزء لونج كده اللي هو الصوت بتاع البكتيريا بيبقى جزء طويل ومسؤولة عن الموتيلتي او الحركة فلاجلا اتوقع ان البكتيريا اللي فيها فلاجلم هتبقى موطايل بكتيريا او بكتيريا متحركة تاني فلام انت عندي اللي هي الفلس دي لو هي واحدة بس بقول عليها بالس لو هي بتبقى عبارة عن شورت كده اللي هو مجموعة اقول عليها ايه باليب شورت باليب او موجودة او حوالين البكتيريا كلها وتبقى مسؤولة عن الاتاتشمنت او الاتزوربشن او ان هي البكتيريا تلزأ في الهوست سورفز مسؤولة ان هي تساعد البكتيريا في ان هي تلتصق او تحصل لها اتاتش بالهوست سورفز سورفز طيب هنبتدي بقى كمان برضو تاني من بره الجوه خلصنا الفلامنت اللي هي سواء انت في العجلة او البلي هناخد بعد كده حاجة تانية حاجة اسمها السلول او الجدار الخروي بيبقى موجود بره البكتيريا بيبقى بره عن تلك بداير السلول مهم جدا في انه هو يديني ريجيدي او يديني صلابة للبكتيريا وكمان هيحدد الشيء بتاعها هو المسؤول ان هي خليها بسولاي او كوكاي او سبايرل حاجة كمان بقى في السلول مهم قوي ان السلول ده بيختلف من بكتيريا للتانية يعني هقسم البكتيريا على اساس السلول عندي الى حاجة اسمها جرام positive و جرام negative الجرام دي عبارة عن سبغة الجرام او جرام ستين بتديني الالوان مختلفة على حسب نوع السلول بتاع البكتيريا تاني حاجة عندي البلازما ميمبرين دي هتيجي بعد السلول وهتبقى ثين و هنعرف ايه الحواي بتاعت في بعض انواع البكتيريا زي المايكو بلازما دي ما بيبقى شفيها اصلا سلول والتالي هي ما بتبتبغش اصلا بسبغة الجرام و بيبقى ساعتها البلازما من بين هو اللي مسؤول ان هو يبدي هالشي بتاعها في بعض انواع البكتيريا بيبقى عندها طبقة زيادة بقى ثيرد بره البكتيريا ان هي تهرب من الخلايا المرثا فهمة اللي موجودة في الجهاز المناعي بتاع الجسم او الفاجوسايد وجود الكابسول ده هيد Advisor ميزة ان هي تقدر تهرب من الجهاز المناعي بتاع البنية ده الكابسول ده مش بتبقى موجودة في كل انواع البكتيريا وبتبقى نهاxessory parts لان مش كل انواع البكتيريا فيها دي طيب البلازما يمبرين بعد ايه هو الوظيفة بتاعته واحتفظ ان هو عبارة عن ستين بلاير حييجي بعد السيل وول حيعمل لي ثلاث حاجات مهمين جدا اول حاجة ان هو حينظم طروق ودخول النيوترينز يعني لتعملية الترانسبورتاشن اف نيوترينز سواء ان الويست يطلع من جوه البكتيريا اول حاجات البكتيريا المحتاجاها نيوترينز اللي محتاجاها تخش روها تاني حاجة ان هو حيبقى مسؤول عن الانزايم سيكريشن افراز الانزيمات واخر حاجة حيحصل عنده الانرديري اكشن عشان يقدر يمد البكتيريا بالطاقة اللي محتاجاها بعد كده حيبقى عندي السايتو بلازم السايتو بلازم دولا حيبقى موجود بقى هو الليكود اللي موجود جوه الخلية بتاعت البكتيريا وبقى ثمانين في المية منه ووتر عشرين في المية منه عبارة عن لبيدز وكربوهايدريتز هيجي بعد كده بتاع النيوكليويد او الكراموسوم واحنا اتفقنا ان البكتيريا دي برو كاريوتز وبالتالي معنا كلمة برو كاريوتز يعني هي ما عندهاش ترون نيوكليس فحلاق ان الكراموسوم بتاعها عبارة عن سينجل سيركلر دي اناي وما فيهاش نيوكلير ميمبري تمام هي عبارة الكراموسومة عن دي اناي بعد كده حييجي لبلازمد بلازمد ده اكسيسوري بارت يعني بعض انواع البكتيريا حيبقى فيها بلازمد والبعض التاني لأ البلازمد ده بيبقى عبارة عن جزء كده الوحده وجزء صغير ودائري او الشيركلر فيس من الدي اناي البلازمد ده برضه عبارة عن الدي اناي وجود البلازمد في الخلية بتاعة البكتيريا كمان بيديها خصائص مميزة جدا نيبقى عندها القدرة على مثلا افراز انديمات معينة او عندها القدرة ان هي تبقى مقاومة لبعض المضبطة الحيوية بيزة كمان في البلازمد المضبقة ده ممكن يتنقل من بكتيريا لبكتيريا تانية من غير ما يحصل عملية البنائل أو ما يحصل على علي المضبطة يتنقل البلازمد من بكتيريا لبكتيريا تانية وبالتالي بينقد أي الاستطالات هذي من بكتيريا لبكتيريا تانية وبالتالي ممكن يناatterي خصية مقاومة المضبطة الحيوي خلال انوار مخطيفة من البكتيريا Young stars ما لكن يبقى عندما نفسه جزء ال dissectylet اللي هو مسؤول بقى عن Bruteine save وازاي بيحصل بروتين سانتسس احنا اتفقنا ان احنا عندنا كروموسوم بتاعه هو عبارة عن DNA الDNA ده بيحصل له استنزاخ او ترانسكريبشن فيديني حاجة اسمها الماسنجر RNA الماسنجر RNA ده بعد كده بيترجم بقى جوه الريبوسوم ويحصل له ترانسليشن عشان يديني البروتين وبتاله ما حاجة بصه جوه الخلية بتاعت البكتيريا حلاق ان انا عندي كروموسوم ده DNA وحلاق ان فيه كمان بيحصل عندي تكون للماسنجر RNA في العملية البروتين سانتسس اخر جزء بقى عندي في البكتيريا في حاجة اسمها بكتيريا سبورز او بقول عليها الاندو سبورز بقول عليها اندو سبورز ان هي بتتكون جوه البكتيريا جوه خلية البكتيريا نفسها والاندو سبورز ده بتبقى برعا ان اكتب او دورمنت فورم من البكتيريا يعني هي ما هياش عملية تكاثر لا ادي عملية بيحصل فيها فقط حماية او من البكتيريا طب امت البكتيريا تبتدي تحفظ نفسها او تحمي نفسها اول ما تلاقي ان هي بقت في او في بيئة غير مناسبة يبقى هي عايزة مجرد ان هي بس تتعيش مش عايزة بقت تتكاثر وتحصل الى ريبودكشن والكلام لكله بس محتاجة ان هي تسيرفايف وعشان تسيرفايف دي بتعمل اندو سبورز طب ايه هي البيئة الغير مناسبة ممكن لو في جفاف في مواد ممكنية تقضي على البكتيريا يعني يبقى عندي فيه نقص في المواد الغذائية بتاعتها البكتيريا تبدي الكرموسوم بتاعها يتأسن جواها تبدي يتكون عندي وبعد كده خليت البكتيريا كلها تتكسر ويفضل عندي السبورزي ويبقى ليها ريجد ستركتشر وعنده القدن ويتحمل الظروف الصابة اللي موجودة فيها البكتيريا بيتحمل لحد امتى الى ان يجد ان الظروف اللي بقت حواليه او البيئة اللي حوالي بقت ساعتها مناسبة يقدر بعد كده يكبر تاني ويحصل جرمينيشن ويرجع تاني يديني الخلية بتاعت البكتيريا طب احنا كده خلصنا البكتيريا هنتكلم بعد كده على تاني موايكورجانيزم معينة اللي هما الفيروس الفيروس دي هما من اصغر المايكورجانيزمس اللي موجودة وبيبقى حجمها من 10 الى 300 نانو ميتر شايفين ده هم حجم الفيروس بالنسبة لحجم البكتيريا عامل ازاي وبالتالي الحجم الصغير قوي ده انا كمان مش هقدر اشوفه بالمايكروسكوب اللي عادي انا محتاجة الاكتروم مايكروسكوب او مايكروسكوب اشان اقدر اشوف الفيروس ايه هي البروبرتد او هي الخصائص بتاعت الفيروس احنا زيما التفعل ان هو ايترا مايكروسكوب صغير جدا ومحتاج الاكترومايكروسكوب الفيروس هيبقى جوه هو عبارة عن نيوكليك اسد ده هو الجنوم بتاعه اللي بقى بيتكون من DNA او RNA لكن البكتيريا كانت عندي النيوكليك اسد او الجنوم الاساسي بتاعها DNA وبيستنسخ الى مسنجر RNA اللي بيكون بعد كده البروتين الفيروس لأ الفيروس هو النيوكليك اسد بتاعه يأمة DNA فقط يأمة RNA فقط بقى بعد كده محاط بغلاف فروتيني بقول عليه الكابسيد ده غلاف فروتيني واخيرا بعض الفيروس بيبقى عليها كمان غلاف دهني بقول عليه الانبلوب يبقى الفيروس هو عبارة عن نيوكليك اسد سواء DNA او RNA محاط بغلاف فروتيني اللي هو الكابسيد وبعض الانواع من الفيروس بيبقى كمان محاطة بغلاف دهني اللي هو الانبلوب الفيروسز ما عندهاش القدرة ان هي تعمل energy production ولا عندها protein centers organism يعني ما لقيتش عندها رايبوسوم ولا تكلمنا عن رايبوسوم ولا اي حاجة خالص وبالتالي اعتبروا الفيروسز ان هي non living او not living organism وعشان هي not living طبعا يحصل لها reproduction ازاي لان ان هي عبارة عن obligate intracellular parasite يعني هي محتاجة لازم خلية حيتخش جواها علشان تقدر تعمل reproduction يبقى الفيروس ما بيقدرش يعمل replication لوحده ودايما محتاج host cell او محتاج عائل او محتاج مضيف يدخل جواه او living cell اعشان يقدر يعمل replication بتاعه ازاي بيحصل replication بتاع الفيروس اول حاجة ان دي عندي cell دي عبارة عن living cell بتاع الhost يجي الفيروس يمسك فيها يمسك في الخلية دي ويخش جواه يتفصل نيوكليك اسد بتاعه سواء DNA او RNA عن الغلاف البروتيني اللي هو الكابسيد وساعتها ال viral genome اللي هو سواء DNA او RNA يكبر الخلية الحية ويصخرها ان هي تعمل كل ال component باعته تشتغل لحسابه هو بس وبالتالي حلاق بعد كده هو بداخل فيروس واحد تده يتكون نيوكليك اسد كثير تده يتكون كابسيد كثير تده يتكون برضو سبايك ستاعت الفيروس بتاعي وبعدين يحصل release ويطلع الفيروس ده من جوا الخلية الحية ويدمرها وهو طالع الفيروس ده بيبقى داخل فيروس واحد وبيطلع فيروس او بروجيني كثيرة جدا بعد كده انتشر في الجسم كله عملية ان الكل نيوكليك اسد يخش وهو الكابسيد دي بسميها الاسمبل ويحصل له اسمبل او اسمبل ده مانيميشن برضو يبين عملية ال virus replication اللي هو بيجي الويروس يخش وهو living cell يجبر خلية دي او يجبر خلية دي او يجبر خلية نهاية تكون components تاعته ممكن كمان في بعض الاحيان ياخد جزء من الغلاف بتاع او ال cell wall بتاع الخلية الحية ويطلع بعد كده يحصل ده release طيب بعد كده هنتكلم على تايلة مايكورجنالز بحيك ده خلصنا الباكتيريا خلصنا الفيروس هندخل على الفنجاية تبع المايكوفايتا هي نون موطايل مايكورجنالز طيب انا مش هتكلم عن موطايل موجودة جواها الفنجاية دي كانت تبع اليوكاريوتس يعني معنى كانت اليوكاريوتس ان هي فيها ممكن يلاقي الفنجاية دي يوني سيليلر او مالتي سيليلر بس معظم الفنجاية حلاقي ان هي عبارة عن مالتي سيليلر طيب الفنجاية كمان بيبقى فيها راجد سيلول متكونة حواليها بتديها برضو دافنت شيء اديها اكزامبل على زي عفن الخمس اكزامبل على المالتي سيليلر فنجاية حاجة زي الخميرة دي اكزامبل عليني سيليلر فنجاية رغم ان فيه تنز أوف تاوزنز سبيشيز من الفنجاية فيه اعداد كبيرة جدا لكن الاعداد اللي بتسبب امراض الانسان او بتبقى بافجانك هي اعداد اوليه لاوي طيب الحاجة كمان برضو في الفنجاية هي عندها القدرة ان هي تعمل ابزوربنج او تمتص الارجانيك او الخلايا او المواد العضوية الفنجاية عندها القدرة يتمتص المواد العضوية من الانوارد والبيئة اللي هي موجودة فيها يبقى الفنجاية بتحصل على نيوتران سبيعتها عن طريق ان هي بتعمل ايه؟ ابزوربنج او تمتص المواد العضوية من البيئة او الانوارد اللي هي موجودة جواه هنتكلم بعد كده بقى على اخر نوع من المايكروجنزم انه هي بروتوزوة بروتوزوة دي برضه توقع مايكروسكوب يعني تشوفها مايكروسكوب واغلب من احيان وتبقى يوني السيدور يعني وحية الخلية يوكاريوتس يعني خلية فيها نواية حقيقية ديها احجام مختلفة بروتوزوة وكمان في منها بيعيش في ليفينج يعني مش محتاج يعمل براسايت او مش محتاج ليفينج سل وفي بعض انواع تالية لا لازم تبقى تعمل انفكشن عشان تقدر ان هي تايش البروتوزوة من الحاجات اللي بتحتاج مويس انوائلونت بتجبيئة رطبة وبتجاء توقع عنها موجودة بكثرة عند البرك مثلا والاحد اماكن اللي فيها رطوبة عالية وفي بعض انواع البروتوزوة بتحتاج ارثروبود عشان تنتشر من اشهر الامسال اللي بتحتاج ارثروبود بروتوزوة حاجة اسمها بلازموديوم مالاريا اللي هو منواع البروتوزوة بيتنقل عن طريق الارثروبودز او البعود بيتجبيب لمراض الملايا كده خلصنا خلينا ناخد سامري سريعا اللي احنا قلنا النهاردة احنا تكلمنا عن different types of microorganisms تبقى بكتيريا viruses fungi and protozoa قلنا ان البكتيريا والبروتوزوة دول يوني سللر يعني واحدين الخلية الفانجاي ممكن تبقى يوني او مالتي سللر والفيروس بيبقى A سللر يعني هو اصلا مفهوش خلية وبالتالي قلنا برضه ان البكتيريا دي عبارة عن prokaryotes لان هي ما فيهاش نوعية حقيقية الفيروس ده A سللر هو اصلا مفهوش خلية الفانجاي وبروتوزواء eukaryotes يعني هما عبارة عن خلية تحتوي على نوعية حقيقية وفيها nuclear membrane عملية الريبليكيشن في الفيروس بقى بتبقى تتمى عن طريقة حاجة اسمها binary fashion وهو الانشطار الثنائي ان كل خلية من البكتيريا بتنشطر او بتنقسم تديني اتنين اتو دوتر سل كل اتنين بيتوني اربعة اربعة ثمانية وبهذا الشكل تكتر البكتيريا بتزيد في number مش في size الفيروس ما بيقدرش الواحد وخارج يستعمل الريبليكيشن عشان كده احنا قلنا الفيروس ده not living or non living organism ومحتاج living cell يخش جوايا يعني هو obligate intra cellular parasite بيدخل جوا الخلية الحية يكبرها من يتكون الـ components بتاعته بعد كده بمحاجة اسمها assembly دخل كل جنوم جوا الكابسل بتاعه وبيحصل بعد كده release الفانجايب وتزوجه بحصلهم على حاجة اسمها sexual or asexual reproduction بالنسبةى nucleic acid انا حلاقي في البكتيريا والفانجاي والبروتوزوة الكرموسوم الاساسي بتاعه هو بتكون من الـ DNA ده الجنوم بتاعه وحلاقي كمان الـ DNA اللي بيحصل له استنساخ ويديني بعد كده messenger RNA اللي بعد كده بيديني او بيحصل له ترجمة translation الى protein لكن الفيروس مختلف عنهم الفيروس حيبقى nucleic acid بتاعه يا اما DNA او RNA ومش هلاقي ابدا الـ 2 جوال فيرس شكرا شكرا شكرا